اشتركوا في القناة هو عبارة عن طاقة سلبية لدى الإنسان لدى الإنسان الحاسد وبيكون مقصود منها هو زوال النعمة عند المحسود لكن لو شخص عنده نفس القوة دي وما وجهاش نفس التوجيه الخطأ ده أدرب مثال لطيف وسهل خالص خالص إحنا لدينا بعض الحد يجي واحد يقول له ما تبصديش كده لأننا بتخد بتخد طيب واحد بتخد من هذا الكلام إذا أن هذه الطاقة اللي في عينه بتخد إذن هذه طاقة في العين ربنا أجعلها ليه؟ ربنا أجعلها عشان نؤمل أن هناك مدبر في هذا الكون سواء الإنسان فإذن مسألة الحاسد دي عشان نبقى متوازنين جدا جدا إن في بعض الناس يقولوا إن عايزين يفسروا الحاسد على إنه قضية نفسية قضية إيه حقيقة؟ قضية سيكولوجية واللي هي مالهاش أصلي ومالهاش مش موجودة خالص ويبتدي بقى يقول شوية حاجات كده وإذا إحنا عرضنا له الكلام دي يقول إيه ده؟ إحنا إحنا ليه الناس مش علميين؟ لا حضرتك اللي مش علمي وعنقول ليه أنت مش علمي يبقى الحاسد مش حاجة إيحائية هو حقيقة هو حقيقة وبتطلع من العين فعلا؟ هو حقيقة وبتطلع من العين فعلا؟ والشخص الحاسد ده اسمه العائن الشخص العائن العائن؟ يعني اللي هو بيصيب بعينه وفي ناس بتحسد بخبر في التليفون يعني بتكلم حد في التليفون تسمعنا هي جابت عربية جديدة؟ حلوه أول كلام ده إيه جابت عربية؟ شوف حداية أنت بتقولي إيه؟ رحت عملت إيه؟ بالرأس بالضبط هو ده تبقى هي الطاقة خرجت ساعتها دي آه أوكي مش لازم أشوف الحياة؟ لا مش لازم تشوف يتخيل طب إيه؟ طب ليه ده موجود؟ موجود عشان فيه حياة يسمعها في الغيب في الدين عندنا؟ يعني المسألة دي مسألة فيزيكال يعني مسألة دي مسألة فيزيائية إحنا لا أحنا بكلم على إيماننا مش بنتكلم على إيه اللي بيحصل اللي بيحصل أي دي مسألة فيزيائية لا في مسألة دي إحنا مشوفناش بعينين لكن الدي غيديات مؤمنين بيها أمرنا بيها من استمعيات فاسمعنا إن في حسد فأمنا بيها